عشر سنوات من الانتظار داق بهم الحال والحال صعب للمستفيدين من مشروع 46 سكناً تساهمياً ببلدية شعبة اللحم بعين تموشنت توقف للأشغال بعد فسخ عقد المقاولة الأولى لأكفل المشروع لديوان الترقية والتسيير العقاري الذي اكتشف ضعفاً في الخارسانة هذا المشروع انطلق من 205 نورمان 18 شهر هي مدة تاعة نهايته في 2014 وحيلة المقاولة التي كان لديها المشروع العدالة الوبيجي عن طريقة لضمان مصالح أملك الدولة المشاكل التي نطرحها لسيد الوالي قال لك البيطان فاب البيطان فاب صدد الخارسانة ضعيفة وهذا البيطان فاب ترتبط عليه عملية إعادة تقوية ولا تغليفة الخارسانة تستطيع الشميزاج هذه الشميزاج تكلف مبالغ خيالية وتدي وقت كبير نحن نطرحها لسيد الوالي هذه التكلفة لا تكونش على عاتقنا خطر نحن الضحايا ترتيبات عدة في انتظار المستفيدين وتخوفاتهم كبيرة نظير المصاريف الزائدة التي أضيفت لهم بالرغم من أنهم صرفوا أكثر من المطلوب في إشكالنا دخل لهم فيه وزارة السكاني أطلقت مؤخرا عملية إحصاء لمختلف الورشات المعطلة في هذا النمط السكاني على أمل أن يتم النظر في هذه الحالة المستحصية التي طالما أرقت بال المستفيدين